بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا للمحاضرة اللي فاتت اللي كنا بنتكلم فيها على الديفلوبمينتال اوريجين احنا وصلنا قلنا ان الارترز خرجت من ثلاث مصادر المصدر الاول كان هو الدورسة الاورتة وشوفنا الدورسة الاورتة والدريفاتفز الحاجات اللي طلعت منه مصير وكان ايه وقلنا المصدر التاني اللي كان اسمه اورتك ساك وشوفنا ازاي الاورتك ساك انقسمت لقسمين بروكسمل وديستل كودل وكرينيال وشوفنا كودل بارت اللي هو البروكسمل بارت راح انضم للترانكاس ارتريوزاس واشترك مع الترانكاس ارتريوزاس بانه تقسم بالاورتك وبالمونرس وعمل الحاجات اللي قلناها وقدق للكوميونيكيشن بين البالمونر ترانك والاورتة مع الاورتك ارشيز والديستل بارت اللي نشقل لتو لامس لتو هورنز عليت صيد طلع جزء من الارش في اورتة السيستم الثالث من الارترز كان الاورتك ارشيز احنا خدنا نبزة عنها ان احنا قولنا دي مجموعة ارشنج فيزلز او ارشنج ارترز بتوصل الفنترال اورتة اللي اتحدوا مع بعض وعملوا الاورتك ساك بالدرسة الاورتة من ورا طب تيجي نشوف كده المنظر الست اورتك ارشيز انا عندي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة رقم واحد الاول هنتكلم عليهم كاتيكست ونرجع نناقش الكلام ده في الدايجرام الفيرست اورتك ارش ركزوا معايا عن راية وعال الفتصيد سيتحول هذا الارش الى المجزيلة الارتري انا اشرح بتفصيل اكتر بعد كده في الدايجرام الساكند اورتك ارش سيتحول الى الاستبيديا الارتري الساكند اورتك ارش الساكند اورتك ارش يتحول الى الكمن كاروتت ارتري وجزء من الانترنال كاروتت وين لازم اقف والانترنال كاروتت كان طالع من حتة تانية ايوة لسه خلناها من شوية ده كان طالع من الجزء من الدرسة الاورتة اللي يقع فوق مستوى الساكند اورتك ارش اذا هنجد الساكند اورتك ارش هنا هيتطلع جزء من الانترنال كاروتت والجزء اللي فوق منه التانية هيتطلع من الدرسة الاورتة طيب ما الاكترنال كاروتتال اعمل اين طلع كبض مستقلة من الساكند اورتك ارش طب بالنسبة للفورس اورتك ارش عن راية والليفت الصيد هيعمل ايه؟ عن راية الصيد هيكون جزء من الراية سبكي ليفيان وعا اللفت الصيد هيكون جزء من الارش او اورتة هنا بقى لازم وقف شوية احكاية الارش او اورتة ده انا كل شوية الق claiming الارش او اورتة طلع من هنا طلع من ايها يفتون ايها الارش او اورتة بيطلع من ال 3 ويشetah او ايها مصدenders جزء منه انه كان طلع من الطلع من satan وجزء اخر طلع من درس الاورتة واي peso تر blue سيضع من ال 3�� an طبعا ده ادgado طبعا لازم الارش او اورتة التلاتة هتمثل نفسها فيه دا كان علمت صيده ما لع الرائد صيد الفورس أورتك أرش طلع مين كان طلع جزء آخر من الرائد سبكليفيا الله أقول الرائد سبكليفيا كان طلع هو كمان من قد من القرش بالضبط كان طلع من جزء من الدورس الأورتة والجزء آخر هطلع من الفورس أورتك أرش بالنسبة للفيفس الفيفس أورتك أرش دا دي سأبير واختفاءه ادى الى اختفاء الفيفس فارنجيا الارش اختفى ليه دي حاجة جينيتك متركبة في الانسان الارض ده بيضمر ويزوب ويختفي علشان الفيفس اورتك ارش يختفي ليه الفيفس اورتك ارش يختفي يعني زي ما قلنا حاجة دفلومنتل عشان تأثر على اختفاء الفيفس فارنجيا الارش طيب الفيفس الارش ده لو كان موجود لو كان موجود يا سبحان الله كانت تحصل حاجة غريبة كان هيبقى الاجزاء اللي طالع منه هتتشابه بين الانسان والحيوان فاختفاءه ادى الى تكون الكاركترستيك فيتشارز لبعض مناطق اللي اه طالع من حوالين الفورس والفيفس فارنجيا الارشز الكلام ده كان مع مين كان مع الفارنجيا الارشز لول انه كان اختفى لكان الانسان اشبه الى حد ما في الصوت وفي بعض الاشكال بالكونفيجوريشن الحيواني فطلطف من الله سبحانه تعالى ان يختفي الفيفس اورتك ارش علشان يختفي معه الفيفس فارنجيا الارش وتختفي اللي طالع منه اللي هي بتبقى واضحة في الحيوان ومفروب ما تكونش منجودة في الانسان طب بخصوص السكس اورتك ارش هنقسم لتوباتز فينترل ودورسل الفنترل على الراية سايت هتطلع البلمونري ارتري والليفت سايت بلمونري ارتري اما الدورسل على الراية سايت فتختفي والدورسل على الليفت سايت تتحول الى دكت كبيرة اسمها دكتس ارتريوزاس هتؤدي الى الكميونيكيشن بين الليفت بلمونري ارتري اند الارش اوف اورتا طب تعالوا نشوف الكلام ده بالرسم ادي عندي هنا الاورتك ساك بعد ما انشأت وانقسمت الى تو لمبس الى تو هورنس ليفت هورن ورايت هورن ليفت لب ورايت لمب طيب وقادي بقيت الاورتك ساك احنا قلنا ها اللي فت هورن طلع الجزء من الرش او جزء منه او هو طلع جزء من واورطة وكان الراية هورن طلع الان ومنية ارتري على الرايت سايت طيب الاورتك ارش زي ما احنا قلنا احنا عندنا سكس بيرز يعني في مجموعة على الرايت سايت владد اي ادي اول اورتك ارش اللي كان موصل الأورتك ساك بالدرس الأورتك هيدا بقيها الفرس تأورتك أرش يختفي ويزوب تاركا أثرا ممثلا في الماجزيلري أرتري هذا الفرس تأورتك أرش أنا حدين طب الساكن ده أورتك أرش يختفي ويزوب ويتبقى تتبقى أثاره في سورة أرتري صغير بيسموه استبيديا الأرتري واحد من الأرتري بتاعت الميد الأير الأرتري أو الفرس السير ده أورتك أرش على الليفت وعلى الراية صايد يختفي ويزوب وبقايا تتمثل في الكومن كاروتة أرتري وجزء من الانترنال كاروتة زي ما قلنا قبل كده ولا يجب أن ننسى أن الانترنال كاروتة خرج ببض مستقلة منين من السير ده أرش طب نيجي للفورس أورتك أرش الفورس أورتك أرش علفت صايد هيكون جزء من الأرش في أورتة وعلى الراية صايد شوفوه ما هيعمل إيه؟ هيكون جزء من الصبك اللي فيه الأرتري طيب بالشكل ده كان أعد من ما يتحدث من الفورس أورتك أرش فرص عورتك ارش وجزء من الدرس العورتك طب تعانشو في الففس بصوا كده الففس الشكله ايه حاجة غريبة ادي الففس عورتك ارش اللي هيختفي It degenerates and disappears وباختفاء الففس عورتك ارش زي ما قلنا هيختفي الففس فارنجيا الارش طب تعانشو في السكس بقى ادي السكس عورتك ارش عالليفت صايد وعالرايد صايد ده عالليفت صايد وعالرايد صايد هنا عالليفت صايد انقسم الى طوب بطز بط يعني ديفرتك لهم يعني بروسس بروز واحدة دورسل واحدة فنترل وعالنا حيات تانية هينقسم ايضا الرايد سكس عورتك ارش الى طوب بطز واحدة فنترل واحدة دورسل طيب ناخد الرايد صايد الاول الدورسل بط او زي سكس عورتك ارش اون زي رايد صايد ديس ابيرز تختفي تدوب وتروح اما الفنترل بط تتحول الى الرايد بالموناري ارتري طب عالليفت صايد عالليفت صايد الدورسل بطز تختفي بس مش هتدوب تبقى ابلتريتد وتتحول الى ليجامنت الليجامنت دي بيسموها الاول كانت تحولت الى داكت اسمها داكتاس ارتريوزاس ومستقبلا انت تصبح ليجامنت يا ليجامنتم ارتريوزا اما الفنترل بط تتحول الى الليفت بالموناري ارتري يبقى من السيكس ارش تحوله الى اما الدورسل بط الدورسل بط اختفت على وعالليفت صايد سرعان بتختفي بعد الولادة ويحل محله روباط الدكت دي كان اسمها داكتاس ارتريوزاس والرباط اللي ما كانها اسمه ليجامنتم ارتريوزا وبعد كده دا كان اده هي بالزب وبعد كده ادي كان دا الدورس الاورتة اللي عملوا بعد كده اللي يتحدوا مع بعض وعملوا وان ارتري ادي كان مصير الستة اورتك ارشيز وشوفنا البرانشيز اللي خرجت منهم وشكلت الارتريز الشهيرة في الجسم الانسان بالشكل دا هنكون خلصنا التلاتة ارتريال سيستمز وشوفنا مجموعة الارتريز اللي شكلت اللي خرجت من هذه السيستمز مكونة الارتريز الشهيرة في الجسم ندخل بقى دلوقتي يا عالة بعد ما خلصنا الارتريز عايزين نتكلم عال الارتريز اللي بتحصل اثناء لهذه الارتريز اللي بيسموه احنا نقسم لخمس مجموعة اما مشكلة في يديا شوية يؤدي الى ظاهرة معروفة باسم او ان تفضل مفتوحة بيسموه التالتة يكون في العدد بتاعة الارتريز احنا نرمالي عارفين ان الارتريز او متجه ان انا ممكن تلاقي خلل في العدد هنجد ان الارتريز ممكن يكون طالع من الارتريز او يكون عندي اتنين اوارتة بسموه ده بالارتريز الارتريز في الارتريز واخيرا يكون الارتريز يكون المصار بتاعه بدل ما هو ماشي ستريت بدل الكنتور بتاعه سموس يكون الكنتور بتاعه انتر رابطة يسموه انتر رابطة فعلا ناخد هذه الارتريز واحد واحد نشوف المشاكل اللي ممكن يعملها ونتكلم باختصار عن حلها اول مشكلة اللي هي الـ Co-Architation of Aorta تعالوا نحلل الاسم Co-Architation Co-Code يعني متلاسق Architation يعني أرش يعني قوس يعني الاورتة مكون من قوسين متلاسقين يعني ايه قوسين متلاسقين بدل ما يقوس واحد يبقى قوسين اتنين ولسقين في بعض بحثة ضيئة ازاي؟ تعالوا نشوف المنظر كده وهو يجاوب لنا لو جنا هنا نشوف الشكل ده قادي جزء من قوس وقادي تكملته القوس التاني يا الله الاورتة هنا بدل ما كان قوس واحد متصل بقوا قوسين اتنين بيربطهم قناة القناة دي جات منين؟ القناة دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن أبنورمل ناروينج اف اي بارت اف ارش اف اورتة يقع هذا البرت جاستي بلوه هذا الفيزل من الفيزل ده؟ ده الليفت سابكليفيان القرش اف اورتة ما احنا عافين بيطلع وبيطلع الانومنتلوال بريكش فالك اللي بيتفرع الى راية كومن كاروتد وراية سابكليفيان تحت مستوى الليفت سابكليفيان هنجد القرش اف اورتة يتخنق يختنق لما يختنق يحصل له ناروينج يبقى الحادث دي معنى ايه؟ معنى ابنورمل ناروينج اف زاول اف ارش اف اورتة هذا الناروينج بيحدث في مكان مكانه بلوه زاليفل اف سابكليفيان اف اورجين اف 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 سابكليفيان ارتي بنلاقي هذا الناروينج اللي ينتج عنه قوصين متلاصقين او متلازمين من الارش اف اورتة هذا الناروينج في نوعين اثنين النوع الاولاني بيكون قبل هذا الدكت من دي الدكت دي خارجه من الشوريان ده من الشوريان ده؟ بالمونيج اللي بتفرع الى ليفت بالمونيج مربوط معه الارش اف اورتة كونكتد معه بدكت اسمها دكتس ارتريوزاس ايوما عافيني الكلام ده؟ الدكتس ارتريوزاس دي اللي كانت الدورس البض اف زا سيكس اورتك ارش وكانت شغالة في الامبريو ولها دور مهم في الفيتل سيركوليشن زي ما اناقض في المحاضرة اللي جاية طيب اعلقتها بي الكو اركتشن اف اورتة لو الكونستريكشن او الناروينج اللي حصل في الول اف زا ارش اف اورتة كان قبل هزي الدكتل بيسموا الحالة ديت بري دكتل طيب اوف كو اركتشن انما لو في الحالة ديت الكونستريكشن او الناروينج اللي في الول اف زي ارش او اورتة كان حصل بعد مستوى الدكتس ارتريوزاس اللي ضمرت وحلت محلات اللي جاملتها بارتريوزم او الناروينج حصل بعدها يسموا الحالة ديت بوست دكتل يبقى بوست دكتل الناروينج بعد الدكتل بري دكتل بيكون الناروينج قبل الدكتل طيب احنا لو قعدنا كده نفكر مع بعضنا بطريقة رياضية مش بطريقة طبية ونشوف ايه الاعتمالات اللي ممكن تحصل نتيجة المشكلة دية تعالوا كده نفكر مع بعض نورمالي الدم جاي من الارش اف اورتة من الليفت فينتركل او الليفت فينتركل هنا بيدفع الدم في هذا الاتجاه يدفعه في الارش اف اورتة يفضل ماشي ويتوزع من خلال الفيزلز ديت الثلاثة فيزلز دي اللي هم الليفت سابكليفن والليفت كومان كاراتود والبريكوشفالك هيتطلعوا الدم اللي هيد اندينيك والأبرلم وينزل بقية الدم يروح للترانك يمشي هنا لما يلقى فيه اختناء في المكان ده ايه اللي يحصل يضطر الليفت فينتركل انه ينقبط بقوة زائدة علشان يتحاول يتغلب على الريزيستنس الموجودة ديته لما الليفت فينتركلين قبط بقوة زائدة مع الوقت يحصلوا هيبيرتروفي يتضخم في نفس الوقت كمية الدم اللي نزلة للأورجنز للترانك ادقل طب الحالة دي تتعالج ازاي لو احنا برضه بعملية قص ولز عملية تنظيف هنعمل ايه؟ لان لو انت دكتور قلب وبتحاول تفكر الحل للمشكلة ديت هتحلها ازاي؟ انك ترجح النورمال اناتومي يعني هتخلي الارش في اورتة ده بدل ما كان قصين متلازمين بدل ما كان تو او او كونجوينت ارشز كواركتيشن هتحاول تخلي ارش واحد انك تاخد القزء ده تقربه من ايه؟ من الطرف ده وتاخد الطرف ده من هنا من الارش في اورتة وقربه من الطرف وتقص مين؟ ونقص نشيل مكان الناروينج ده عملية بالضبط خياطة وترقيعة عملية تفصيل ما هو الدكتور كويس؟ هو ترزي كويس طيب وبنورده نفس المشكلة هنا في المكان ده هنشيل هذا الجزء اللي عمل نروينج ونرقع الارتري وناخد الاج دي نروبطها مع الاج دي ونحاول نخلي ايه؟ يمشي كورس واحد دي الحالة الاولى من الارتريال سيستم ديفكتس اللي كان اسمها الكواركتيشن اوف زي اورتة الحالة التانية من الارتريال سيستم ديفكتس بيسموها بيتند دكتس ارتريوزاس دكتس ارتريوزاس للمرة التالتة هتكلم عليها في المحاضرة دي دكتس ارتريوزاس دي كانت عبارة عن ايه؟ نحاول نفتكر مع بعض دي كانت عبارة على الارتريالي تشانل فين هي ايه؟ ارتريالي تشانل كانت بتوصل الرفت برانش مع الارش ليه؟ علشان دي لها دور في الفيتال سيركوليشن هنتكلم عليه في المحاضرة اللي جايب طب الدكتس دي جات من ايه؟ طلعت من ايه؟ اه؟ الدكتس دي كانت عبارة عن الدورس البض اللي كان طلع من الليفت اورتيك ارش الفنترال البض عملت الليفت بالمونري والدورس البض عملت الدكتس ارتريوزاس نورمالي هذه الدكتس كان دورها فقط في الانترايوترين لايف اما بعد ما الجنين يتولد شورتري افتر بيرس تبتدي اللي موجودة في هذا الوود تنقبض بشدة وتقفل هذه الدكتس اللي سرعا ما تتبقى حصلها فيه بروزس يعني تليف ثم تتحول الى لجامنت بيسموه لجامنتم أرتريوس من الكلام ده بيستغرق من شهر الى ثلاث شهور بعد الولادة طيب لو فرد ان الكولوجر ده ما حصلش هتفضل مين الدكتس ارتريوزاس دي شغالة تفضل شغالة ازاي دي كانت وظفتها فقط في الفيتال لايف لان الجريم مكانش بيتنفس الرئة بتاعته كانت وقفة فالدم اللي كان جاي من البلمانري لازم يعدي على الاورتة ويروح يعني من الاورتة يمشي مع الامبلايكة القرتريوسة للبلاسنتا زمانا عشان يتعب بالاكسجين طيب هنا إلا خليه يجيب اكسجين من البلاسنتا وانا عندي الرئتين شغالين بعد الولادة فعلشان كده بعد الولادة بتتقفل هذه الدكت والدم يمدفع من الطوب بلمانري ارترز ويروح يجيبوا الاكسجين من الرئتين طيب لو فضلت دي مفتوحة ايه اللي هيحصل لو فضلت مفتوحة الدم دي اكسجينيتد اللي جام البلمانري ترانك بدل ما يروح للبلمانري ارترز لقد هيروح عن طريق هذه الدكتر الاورتة ويمشي ويروح للترانك وجسم الجنين وهو دي اكسجينيتد فالجنين يعاني من قلة الاكسجين ويبتدي يحصل له الحالة الشهيرة السينوز السينوز يزرق نتيجة الاكسجين حل الحالة دي ايه؟ لو انت جراح حاولت ما هو الجراح او الطبيب دوره ايه يا جماعة؟ دوره انه عالج المرض يعالج المرض يعني ايه؟ مرض يعني ثلاث حاجات ابنورمال اناتومي ابنورمال اناتومي ابنورمال اناتومي ده مش اناتومي طبيعي مفروض دي ما تكونش موجودة فانا قلغيها فيخش الجراحة المنطقة يوم جاي افل مين؟ افل يخيطها يربطها ولما يربطها يحصل لها ابليتريشن وتحصل لها فيبروزيس تنسد وتتحول الى لجمينت وترجع كل شيء لطبيعته ويمشي الدم من البلمونة ترانك للبلمونة والامور تفضل ايه؟ تمامي وتعبب الاكسجين عن طريق اللانجس والامور ترجع لطبيعته ديت الانوميلي التانية اللي اسمها بيتاند داكتاس ارتريوزاس الانوميلي اللي اللي بعد كده التالتة والربعة التالتة والربعة دي انوميليز في البوزيشن بتاع الاورتك ارش الاورتك ارش من المعلوم انه موجود على اللفت صيد لكن ممكن نلاقيه على الرايد صيد يانا ربيض اورتة ارش اوف اورتة موجود على الرايد صيد طب ليه؟ دا الارش اوف اورتة من المعروف ان الارش اوف اورتة اساسا على اللفت صيد وكان طالح من ثلاث مصادر زي ما احنا عارفين دا ملك الارترز فمي صحش انه ياخد من مصدر واحد هياخد من الثلاث مصادر الشهيرة هياخد جزء من الاورتك ساك عن طريق اللفت لنب او اللفت هورن بتاعها وياخد جزء من الدرسة الاورتة وياخد جزء اخر من الاورتك ارش من الفورس اورتك ارش بس علفت صيد طيب دلوقتي عندنا هنا لما نتذكر مع بعضنا فاكرين الدرسة الاورتة اللي كان على الرايد صيد في المنطقة اللي تحت مستوى باورتك ارش الدرسة الاورتة في المنطقة دي كان بيحصل له ايه بيختفي طيب لو الدرسة الاورتة في هذه المنطقة ارجعها تاني للمحاضرة بتاعتها المحاضرة الفاتتة لو الدرسة الاورتة فى هذ هذي المنطقة مختفىش فض الباقى زى ه ما هو وف نفس الوقت الجزء المناظر لي من الدرسة الاورتة على ليفت سايد وهو اللي اختفى فى الحالة دية الارشف اورتة بدلا ما يظهر على الليفت سايد هنجدوا ان يظهر على الرايد صيد بيسموها ايه ايه ارايد صيد ارشف اورتة قد الأرش في أورطة نورمالي على الليفت صايد تمام؟ اللي ظهر من الفورس أورتك أرش واللي ظهر من الليفت لمب بتاع الأورتك ساك واللي ظهر من الدورسة الأورطة الدورسة الأورطة لو فرد إنه اختفع على الليفت صايد وعلى راية صايد ما اختفاش وكمل هيضطر الأرش في أورطة هيظهر منين؟ هيضطر الأرش في أورطة يستبدل ويروح على النحية التانية بيسموها راية صايد ايه? طيب. لو فرد ان اللي اتنين حصلون وظلوا كما هما. ايه اللي هيحصل? اللي هيحصل ان دورسة الاورتة على صيد هيكون اه اه ارش في اوورتة لوحده. وعن هيكون ارش في اوورتة تاني. ازن بقاء دورسة الاورتة. واحد فيهم بيكون وراء التراكا والاوسوفيجس والتاني بيكون قدام التراكا والاوسوفيجس. يعني ماشي. بس الكبير هو اللي بيكون وراء والصغير هو اللي بيكون في الامام. في الحالة ده هيت هنجد انا عندي ايه? انا عندي ليفت سابكلافين وليفت كومن كاروتد ورايت سابكلافين وكل واحد طالع منين? طالع من اه من اوورتك ارش. الحالة ده هيت لابد ان ايه? اما تظل كما هي الحالة او لابد ان هو يلغيه. ان ده بيخنو التراكية ويؤدي الى مشاكل في الريس بايريجن. لبقى ازن الريت سايد اوورتك ارش سببه بقاء الجزء من الديستال اوورتة على الريت سايد. في نفس الوقت يكون معا اختفاء للجزء من الديستال اوورتة على الريت سايد. طب لو اللي اتنين الجزئين من الدورسة اوورتة ظلوا مفتوحين هيتكون عندي اوورتة واحد ورا واحد قدام التراكية ولوسوفيكاس. طب الحالة الخامسة من الارتيريال سايد اوورتة andomaly. anomaly. andomaly. of the right subclavian artery. احنا عارفين ان الرايت سايد اوورتة cree. الرايت سايد اوورتة واحد جزء منه كان طالع من من الدرس الاورتا وجسء اخر سمحنا درسنا كان طالع من رايت فورس اورتك ارش طيب في الحالة ده هيئت لو رايت سابكليفين طلع من الرايت سيفن انتر سيجمنتل بالاضافة الى الجسء المتبقي من الدرس الاورتا هيؤدي الى ابنورمال اوريجين الرايت سابكليفين اللي هو طالع من الرايت سيفن انتر سيجمنتل ارش طيب الانومال الاخيرة هي انومالي في الكورس اوف زي اورتك ارش تؤدي بدل ما يكون الكنتور بتاعه سموس هيكون الكنتور بتاعه انترابتت انترابتت ازاي تعلوا كده نشوف المنظر بتاعنا اه ده هنا عندي ايه? اه 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 اا bears ا Следھاء لو شوف هنا عند جديد من الدرس احد تانية ده البلمونتري ارتري الله الobeذ يجوم حدثة ده مفروض لاندي هنا ايه? مفروض الاورتة ده يكون يمشي بهزا الشكل هزا القوس ده واضع كده ان فيه خلل في التكوين بتاعه ازاي? لو حصل اوبلتريشن للفورس اورتك ارش على الليفت سايد سبب الاوبلتريشن ده هينسد الفورس اورتك ارش على الليفت سايد طيب لما ينسد الاورتك ارش الفورس اورتك ارش على الليفت سايد معنى الكلام ده ايه معنى الكلام ده ان جزء اصيل من تكوين القرش في اورطة مش هيساهم في تكوينه ازاي نرجع تاني للقضية بتاعتنا من الاول والقرش في اورطة ده كان طالع منين كان طالع من ثلاث مصادر مين الثلاث مصادر ديت المصدر الاول حتة في هذا المكان مين الحتة ديت هو الليفت هورل طبقا بيطالع من اهو وكون بداية القرش في اورطة الجزء التاني اللي هو مفروض ده بيطلع منين ده طالع من الليفت فورس اورطة ارش اهو لما ينسبت لن يساهم في تكوين هذا الجزء من القرش في اورطة فالجزء ده يبقى يفتقد الجزء التالت اللي طالع من الدرسة الاورطة اذا انسداد الفورس اورطة ارش على الليفت صايد يؤدي الى انكمبيلت فورميشن اف زي ارش اوف اورطة في الجزء اللي طالع من الاورطة ساكه يتكون والجزء التاني هيتكون لوحده طيب في الحالة ده هيت هنجد ان الاورطة هيغزي الاد عن طريق البرانش ديت بينما البالمونارت عن طريق الدكتس ارتريوزة دي لفت برانش هيتولى تغزية باقي جسم الجنين دي كانت الستة طيب اف اناوميليز اللي ممكن نصادفها اثناء الفورميشن اف زي ديفرانت ارثريز اف زي امبيلو ما كنت اف زي this اف زي اف زي اف زي شكرا ا Hollywood اف زي اف زي اف زي اف زي